لطالما اعتقدت بأن الصرفة هي من تصنع حياة زرع الكثير بجد واجتهاد كوكبة من الطلبة المجيدين في نتائج دبلوم التعليم العام والشهادات الدولية للعام الدراسي 2021-2022 وقفوا على منصة التكريم لتحتفي وزارة التربية والتعليم وشركة أكسيدنت العمان بتفوقهم الدراسية هذا التكريم هو تعزيز وتشقيع لأبنائنا الطلبة والطالبات المتفوقين في دبلوم التعليم العام وكذلك الشهادات الدولية وأيضا حافزا لأبنائنا الطلبة حاليا في جميع المراحل التعليمية لكي يتفوقوا ويحصلوا على أعلى المراكز وأفضل النتائج بإذن الله بالتأكيد ولا شك أن هذا سيكون لنا دافع في المستقبل في المرحلة القامعية ونسأل الله يوفقنا جميعا في خدمة هذا البلد العزيز بلوحة ترحيبية وأنغام موسيقية واستعراض لالتقاطات بعدسة الطلبة وفيلم بنات المستقبل الوثائقي الذي رصد المثابرة احتفت طلبة بتكريمهم مواصلين عزم الاجتهاد في تكملة مشوارهم العلمي ما وصلت لهذه المرحلة إلا بفضل الله تعالى وجهودي وجهود أهلي والمعلمين وأحب أشكر وزارة التربية والتعليم ورعاة هذا الحفل على ما قدموه لنا اليوم في تكريم الطلبة المجيدين وهذا سوف يكون حافز لنا في مراحلنا القادمة بحيث أن نجتهد ونكون شيء في المستقبل درست كثير واشتغلت وأهلي ساعدوني عائلة والمدرسة والمعلمين ساعدني وشجعوني ودرست ويعني تعبت بس الحمد لله 106 طلبة وجدوا في المطالعة لذة وفي الحفظ مسرة وفي التعب راحة فكانت النتيجة تفوقا وتكريما مختتمين المرحلة الدراسية المدرسية بتفوق واجتهاد فتحين صفحة جديدة في مشوار العلم على مقاعد الدراسة الجامعية فمن جد في دراسته وجد ثمار سعيه ولو بعد حين